بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غاصلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذخان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذقتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى خشيا الرحمن بالغيب فبشره بمغثرة واجر كريم إنا نحن 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 الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين فاضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم نرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء من أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم ليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم نجرا وهم مهتدون وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرد للرحمن بضر لا طون عني شفاعتهم شيئا ولا يوقظون إني إذا لفي ضلال مبين إني أمات بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة خال يا ليت قومي يعلمون بما وصر لي ربي يجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت الله صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على عباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يعوا كم نهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون فإن كل لنا جميع لدينا محضرون وآية لهم لرب الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهن فلا يشكون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تمنت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابق النهار وكل سيف لك يسبحون وآية كلهم من نوح من لا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشى نورقهم فلا صرخ لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتى عني لا حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تاتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فإذا قيل لهم ننفقوا مما رزقكم الله قال لذين أغثروا للذين آمنوا أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في طلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون أنفق في الصالة إذا هم من الأجذاس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغر فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أسواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون فلو نشاء لطمسنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فمن نعمره ننكسه في الخلق أسلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن ما خلقنا لهم إن عملت سيدنا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون فلهم فيها مآفع ومشانبا فلا يشكرون واتخذوا من ذون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن كقولهم إنا معلوا ما ينصرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه خال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة أهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون فوليس الذي خلق السماوات والرب قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن سيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم